مداهمة مظافات تنتمي لعصابات داعش لكن الغريب والمفاجئ دائماً هناك أسلحة في هذه المظافات وأسلحة حديثة متطورة شوف غزوة رمضان في كل شهر في كل سنة التنظيم ينفذ غزوة تسمى غزوة رمضان غزوة رمضان المنقضي جهاز الأمن الوطني فكك مجموعة كبيرة من 6 أشخاص 6 أشخاص تعتبر كبيرة بالتنظيم أستاذ عين هم يبحثون عن النوع وليس عن كم كانت يعني كان معقلها في الطارمية وجدوا في مظافاتهم أسلحة على هامش كلامك أسلحة حديثة حديثة متطورة أسلحة لم يتم استخدامها نعم كذلك أمن الحشد قبل نحو عام من الآن أقل من عام وقعت يده على أكثر من 83 مظافة تحت الأرض هنا لازم نفترض مسارات التغذية مفتوحة ما زالت وموجودة هذه المرة التنظيم غير من طريقته من أسلوبه من نهجه هذه المرة أصبح يستقطب أسماء غير مطلوبة بالحاسبات وغير مطلوبة أصلا للأجزاء الأمنية لذلك أمن الحشد أيضا نجح قبل سبعة أشهر من تفكيك آلاف من الأسلحة غير مستخدمة جديدة غير مستخدمة في ديالة وفي صلاح الدين وهذا ما يعزز النظرية التي تقول أن تنظيم داعش يمرض لكنه لا يموت تنظيم داعش لن ينتهي نهاية مبرمة لكنه تشل حركته الآن التنظيم لا وجود له على الأرض لا استطيع أن ينفذ عملية حتى موقع عماق وموقع نبأ وموقع دابق وموقع مرأة إلى الآن أخفق في إصدار مرئي واحد له إلى الجمهور جنابك متابع واضح يعني أي إصدار مرئي ماكوا إليه وبالتالي الأجزاء الاستخبارية الأجزاء الأمنية نجحت في أن تحبط أن يخفق التنظيم في إصدار واحد لها اشتركوا في القناة